يا راك اللي بعمل محمد صراح لا لا عمش عايز اقولك يعني اصبحت مباراة الدولة الانجليزي هي المفضلة للغالبية من الشعب المصر تنزل شوف الكافيات عاملية في نفس التوقيت يعني كل مباراة مميزة لا النهاردة النهاردة حالة من حالات الجنون في الكورة يعني متش لو انت تشوف له يمكن تتنبأ بنتيجة السبعة لانه شوت اول كان شوت قوي جدا من الفلئتين هنا راحت فرص من منشستان ونايتن وهنا ليفربو كان عنده حظر وراح اكتر مرة لكن ما كانش بخطورة المشاة رغم انه ايه الراية تسببت في حرمان الماني وناتن ماكس بفرصة لكن هدف جيه في توقيت واحد سيء في توقيت خاطف العودة في شوت تاني كانت للناس كلها مجنونة في خمس دقائق انت عندك تاك تاك لسه انا بقول لأحمد في الفاصل تقوله في لقطة الهدف الثالث انا اتحدى مهاجمين الدول المصري لو جت لواحد فيه مكورة مواجهة مع حالس المرمى يعملها زي ما عملها جاكوب اللي هو المهاجم جاكبو يعني بص هو بده بحل انا قلت انه هيرف ويرجع خلاص ده كان الزكاء انه يعملها من فوق كتف الحارس لا فيه توفيق كبير جدا لما محمد صلاح قلت لك شندل اللي جات له قبل الكرة بتاعت مارتينيز اللي قاعد يرقص الكرة اللي جات له لما شاطع عطول في سقف دخية لما خلاتنا هو مفكرش احنا الكرة بتبقى عندنا واضحة زي دي وضوح الشمس وسهلة هي على فكرة سهلة لا لا احنا بنا بس ببص على ساعة الاستاد ايوا بالضبط كده مش عاوز اقول الكلام هيجرح الناس بأمانة شديدة المفروض ان هم لعبهم محترفين على ويرعبوا في اندية مصنفة على ميو افريقيا ولها سمعتها كبيرة ان تبقى له فرص زي كده في مشاريع المدريد ويحطها في الناحية التانية وزعلان لو انت كلمتو وتيجي فرص للاعبها تانية برضو فرص زي كده حطها في الناحية بأمانة شديدة واعطوا ومنحوا صفات للاعبين لا يستحقون بمجرد تمريرة ترئيصة تسجيلة هدف يعني انا عايزك وانا اتكلمت معاك انا كثم انا انا عاوز حد يمسك يحلل لي يقول انه في لعب لعب خمس ماتشات بنفس المستوى في وراء بعض يعني عيبهم اتحد انك تلقى الموقع طب سيزون كامل يمكن الوحيد اللي عمل اللقطة دي يمكن احمد سيد زيزو في الموسم الماضي النهاردة شفت انت عامل ازاي فهو باضحت فالمشكلة في الجانب من البحث عن الشئ الاعلامي تحول كمان الى الترند واجيب لعيبة مالهاش تاريخ تقعود تحلل الناس لاعيبة مثلا في الملعب ويقعود يتكلم عليها عشان يقول لقطة يعني فيه لعيبة لو ما اتكلمش مثلا عن النادي الاهلي وعاد يتكلم عن السلم هاحش يحس بيه فلازم يحطلك مثلا الاهلي في السكة او هوا تاريخه ايه ما فيش ده هو تاريخه وكان بيجري ويفونا بيجري وراه ومش عارف يوقفه يعني انت بص على نفسها يعني عاوز اقولك ايه امتى الاعلام البرامج هدفها ان انا عارق سربياتي منتخب الشباب ده كريم دفع تمن دفع تمن ان انت شايفه لباص اساسيات الكرة ايه تسليمه ايه تسلم طب انت تفرج على كده والاحمد كان بقولي قبل الهوى على الكارثة ما بشافش عارفيني باصه فاللي حصل النهاردة في ماتش ليفربو والصراع الكبير بين المدينتين وبيانة جميل جدا شفت بقى الوقاية بيانة جميل جدا قبل مبارا عشان احنا حاسين بشوف شوف ازاي بقوله الجمهور عامل ايه ده مباراة كرة وهتنتقي مباراة تعبت شوت اكثر من رائع زلزال بقوة سبعة رختر درب مدينة مانشستن مش فيها الافيل صراح النهاردة بقوله يعني لا يعني بامانة شديدة ده مجاش من فراغ ده جاء نتيجة صهر وتعب وعمل كبير ودعوات ومن الكل الناس اللي بتحبوا واحنا بيتمناه للتوفيق ونهدف التاريخي للفربوب في الدولة الانجليز وان شاء الله ربنا يكمل ووصل لدر خمتين عظيم جدا